مساء الخير في ناس بنكون عارفينهم بصورة وبيختفوا من حياتنا شوية وبعدين لما يظهروا تاني بنلاقيهم بقوا ناس تانية خالص طب إيه اللي حصل طب إيه اللي غيرهم أنا أقولك بقى إيه اللي غيرهم إيه اللي غيرهم إن هم قابلوا ناس في حياتهم خلوهم عاشوا تجربة سواء بقى كانت التجربة دي وحشة أو كويسة في الآخر غيرتهم ممكن صاحبك القديم اللي كان مش بيبطل دحك وهزار ومقضيها على طول دمه خفيف بعد ما تقابله بعد كم سنة تلاقيه تحاول إنسان كئيب على طول مهموم مغموم زي ردو بطل القصة حقيقة النهاردة اللي بعتت تقول لنا أنا حاسة إن روحي بتطفي بعد ما كنت ما ببطلش دحك وهزار كل ده بسبب جوزي تاكسيك ما تيجو نسمع الحكاية من أولها ونشوف ردوة بعتت تقول لنا إيه اسمي ردوة في العشرينات من عمري متجوزة بقلي سنة ونص في أيام الخطوبة كان بيتعامل معايا كويس أي نعم كان بيحصل بيننا خلافات بس كانت خلافات عادية زي اللي بتحصل بين أي اتنين مخطوبين كان بيتعصب علي شوية ويرجع يصلحني وفي الآخر اتجوزنا وبعد اتجوز بإسبوعين اكتشفت طباعه وشخصيته الحقيقية باختصار يا سالي جوزي محترم ومش قليل الأدب يعني لا بيشتم ولا عمره مد إيده علي لكن أسلوبه وطريقة معاملته معايا صعبة جدا كل كلمة معاه لازم يزعق لي ويتنرفز علي ومن أقل الموقف يتخانق ويعلي صوته جامد ده غير إننا كل ما نخرج لازم دايما يحرجني ويكسفني قدام الناس وحصل إنه أحرجني قدام أهله كتير وعلى أي حاجة والله يا سالي حرفيا ببقى مش عاملة حاجة تستدعي إنه يعمل معايا كده وكتير سألت نفسي هو ليه بيتعامل معايا كده ده حتى إحنا متعلمين زي بعض ومن طبقة اجتماعية واحدة يعني ما فيش أي فرق بيننا يخليه يعمل كده وفوق ده كله جوزي مش بيعرف ياخد قرار في أي حاجة وعشان يداري تردده أو خوفه من تحمل المسؤولية دايما بيلزمني إن أنا أخد القرار ولو غلط في مرة وقلت فكرة غلط أو تصرف يطلع مش في محله يفضل يحملني المسؤولية ويزعق لي ويلومني يعني مرة حصل موقف وأنا حامل كنا رايحين للدكتور اللي كنت بتابع معاه يومها كنت بحضر حكتي عشان أنزل فضل يتكلم معايا ويشتت تفكيري وإحنا في مصد الطريق اكتشفت إني نسيت روشتة قلت له ما عليش شي حبيبي ممكن نرجع نجيب روشتة وتحصلنا عند الدكتور على ما أوصل أنا وماما عشان ما يفوتناش معاد الحجز أما قاعد يزعق في العربية فضل ينفخ وقال لي مش هرجع أجيب حاجة وما ليش دعو قلت له الدكتور ما أكد علي لازم أجيب معايا روشتة لأنه بيحتاج يراجع آخر دواء كان كاتبهولي قال لي مش جايبة خلي الدكتور يديكي كلماتين في جنابك عشان ما تبقيش تنسي حاجتك تاني لدرجة أن ماما قالت له خلاص يا ابني أنا هرجع أجيبها وروح أنت أمراتك وفين وفين وبعد ما حيلة رجع البيت وجابها وبعد الولادة بفترة جالي دور برد جامد غصب عني كان لازم أصهر كم يوم مع ابني بحكم الأطفال الرضع زي ما أنتوا عارفين نوهم مش منتظم وبدل ما جوزي ساعدني شوية ويعتني بالولد أو ياخد باله منه كنت خايفة علي تعيدي تعيدي مني كان شايل إيده خالص مش فارق مع حاجة وفي مرة تانية كنا خارجين وبعد ما نزلت من العربية اكتشفت أن الموبايل وقع مني ساعتها حرفيا فرج الشارع كله علي وقعد يقولي أنت اللي زيك مالوش أنه يخرج أنت اللي زيك مالوش أنه يمسك تليفون أنت اللي زيك آخر ويعقد في البيت وكل فترة لازم تحصل مشكلة كبيرة مما فيش وعلى أبسط حاجة يحرجني أو يقلل مني وأفضل أعيط وحس أني قليلة وأكتر حاجة بتوجعني يا سالي أن ده بيحصل لي من أقرب الناس ليا اللي المفروض يشجعني ويكون في ظهري ويديني ثقتي في نفسي في الوقت اللي الناس كلها بتحبيني الحمد لله وبيشكروا فيي وبيحبوا طريقة تفكيري لما لاحظ محبة واحترام الناس ليا بقي يقولي أنت اجتماعية زيادة عن لزوم وأنا مش عايز كده مش لازم تتكلمي مع كل الناس بالرغم من أن الناس بتتعامل معي بكل احترام أنا وصلت دلوقتي أني بقيت بعاية على أقل حاجة مع إني ما كنتش كده لدرجة أني فكرت مرة في الانتحار بس خفت خفت من حساب ربنا وغضبه علي وكل ده بسبب أنه كرهني في نفسي وشكلي فيش مرة يقولي كلمة حلوة ولا يعد معي يسمعني بعد قاعدتي طول اليوم لوحدي في البيت وحياة كلها إهمال مش حاسة فيها أني إنسانة وفي مرة فكرت أني يروح لدكتور نفسي بس ظروفنا المادية منعتني حتى الطلق فكرت فيه بس أهلي بيقولولي هنقرص لك ويدنا ونشده شوية بس بلاش تخريبي بيتك أنت لسه ما عداش على جوازك سنة ونص وعندك طفل لسه بيردع بلاش تبهدلوا معاكم لكن أنا حاسة أن روحي بتطفي من بعد ما كنت بحب أدحك وهزر بقيت كئيبة دايما قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة رادو أنا عارفة أن فيه رجالة كتير وأهالي لما بيسمعوا النوعية دي من الشكاوي بيعتبروها دلعة وتدلعيش بقى بس عارفة أن المشاكل الكبيرة بتبدأ داين بحاجات صغيرة تكبر وعارفة كويس أنه صعب على أي ست أنه تحس أنه ملهاش كرامة أو تحس أنه هي محدش مهتمة بيها جزء مش مهتمة بيها أقرب الناس لي مش مهتمة بيها رادو بتقول أنها فكرت في الانتحار ودي حاجة تخلينا نقف عندها بجد لأنها بايت تحصل كتير قوي اليومين دوله يعني بالذات جيلنا المضغوط قوي قوي ونشوفها كتير على السوشيل ميديا يمكن زمان ما كانش في السوشيل ميديا أنا بقول ممكن يكون كانت الحوايدس دي بتحصل فعلا بس مكناش بنسمع عنها بس دلوقتي العالم كله بقى قد كده طب رادو إزاي تتعامل مع جزء؟ إزاي تشيلك كئابة من بيتها ومن حياتها وترجع تتحك تاني وتهزر تاني وتبقى ستة طبيعية أسئلة كتير قوي في كتير قوي رادو في المجتمع ترجمة نانسي قنقر